موسيقى نستقبل الـ 20-21 إن شاء الله تكون مصر في أمان وإن شاء الله تكون مصر في طريقها الصحيح زي ما هي ماشية ونشوف أجمل بلد في الدنيا هي مصر نسعدنا النهاردة أن يكون دي في وظيفكم المستشار أيمن محفوظ أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا تامر بي إحنا سعداء أن حضرتك موجود معنا النهاردة والنهاردة في أكتر من موضوع هنتكلم مع حضرتك فيه شغلنا وشغل الرأي العام وشفناها على أكتر من جريدة وأكتر من موقع أكتروني موجود حضرتك شغلناك بالدافع في تريند موجود مؤخرا معنا إحنا عارفين أن المستشار أيمن محفوظ هو أول ما نقدم مرغاته ضد بناتب تيك توك وضد كل قضايا اللي كانت موجودة على الساحة السياسية اللي موجودة وفي الشارع ورأي الشارع الموجود في الفترات الأخيرة ولكن الموضوع المراضي مختلف فعايزين نعرف التريند المستشار أيمن محفوظ صرح بيه أنه مفيش عقوبة بالنسبة لممثلة راني ياريس تبدا الحلقة سخنا من أولها يعني أنا قلت لك موضوع شغلنا وشغل الرأي العام وتسألنا عليه كتير والغاية دلوقتي إحنا عارفين مش عارفين موقف أيمان به من النقطة دي إحنا شفناك تقريبا على طول بتطلع تهاجم 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 إنما المراضي إنت صرحت إنه مفيش عقوبة لماذا صرحت إنه مفيش عقوبة؟ تمام أولا طبعا أنا بصرح في كل لقاءتي إنه ضد العري وضد أي انتهاك للأخلاق والقيامنا طبعا أنا ضده تماما لكن أهنا لما بنتكلم على قضية الناس متنسية إن أنا محامي محامي بتكلم على قضية القضية اللي هي التصريح أنا برفض أي عري من أي نوع من أي فنان أو فنانة أو حتى إنسان عادي العري طبعا هو أم المفاسد لكن بالنسبة للقضية الأخيرة اللي عاملة ترند هو تصريح الفنانة نسير حتى اسمها اسمها إيه؟ راني يوسف راني يوسف أنا مش مهتم بيها قويا إنه أنا ما ببصش للفنانين على هم مين أو اسمهم إيه أنا مش مهتم بالشأن الفني قوي يعني لكن الفنانة دي صراحة التصريح أنا بقول التصريح ده لا يمثل جريمة قانونية على أساس المبدأ اللي إحنا كلنا كقانونين عارفينه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هي قالت هذا التصريح لا يمثل إلا مجرد تصريح بتتحدث فيه عن يعني هذا الوضع في الجسد لها طبعا إحنا بنرفض أي كلام خارج يجرح مشاعرنا لكن هي صراحة ما شفناك في أكتر من تصريح قبل كده كنت بتتكلم وكنت بتقدم بلاغات للنائب العام ليه في الوضعية دي أو في التصريح ده بالذات ما شفناش أيما المحفوظ بيقدم بلاغات إحنا ضد العاري قلتلك لكن إحنا هذا التصريح هذا التصريح غير معاقب عليه قانون اللي دولة يمثل خدش الحياة العام ولا خدش الأحد ولا محاولة للغداشر مصر دولة عادات وتقاليد ودائما بنقول إن إحنا دولة مصرية اتربين على عادات التقاليد واحترام القيم والعادات الموجودة بين الكبير واحترام كل ما هو موجود في مصر إن إحنا دائما بنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا أبناءنا دائما بيكتسبوا من شاشات التلفزيون كل ما هو مرسل لي إن هو يكتسبوا إذا كان هو شيء مفيد فده شيء كويس بيفيد نحنا كأولياء أمور بالنسبة لأبناء ولو هو شيء بالسلبي برضو أبناءنا بيكتسبوه فأصبح إن الموضوع مش موضوع على عاد الأستاذ آمن محفوظ هذاك بتهجمني وأحضرتك أنا بتكلم بصفتي رجل قانون هذا الفعل أنا بقول رأيي الشارع ناحيتك صراح إنه مفيش حقوق رغم أنه لا يمثل جريمة قانونية إنما هو يمثل جريمة أخلاقية القصد منها إصارة يعني مشاعر غرضبة عند الناس لكن بالقانون هذا التصريح لا يمثل جريمة تبقى لنصوص القانون ويمكن تصريح دوة اللي أصدم الجميع يعني إحنا نقول إن أي تصريح غير ملائم يكون في عقوبة لإننا عايزين تعديل تشريعي هذا التصريح أصابني وأصاب حضرتك وأصاب كل المشاهدين بالزهول وكلنا رفضينه لكنه لا يمثل جريمة جنائية إنما هو يمثل جريمة أخلاقية وإحنا القانون ولا الشارع بيقول إن إحنا نفتش في صرائر الناس إنها كانت بتتهكم على مهاجمة المزيع هذا التعبير المرفوض شكلا وموضوعا أنا برفضه لكن بتكلم باسم القانون لو اتعكمت راديا يوسف على هذا التصريح أو تحكمت على تحكمت بهذا التصريح لا عقوبة قانونية عليها بغض النظر عن العري بقى اللي بتقدمه التاني دوت ده موضوع التاني قال لدي تصريحات أيما المحفوز شكنا في وضايا كتير كان دايما بيخش كمهاجم وبيقدم بلاغات لدرجة إن بعض المواطنين هجموك كتير وسموك محمد بلاغات إن إنت كل شوية بتقدم بلاغ 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 حتى متهقلي لو في البيت عندك حصل حاجة ممكن تقدم بلاغ هم لقبوك بكده فإحنا بنقول دلوقتي أنا شايفك بقالك يعني فترات بسيطة إنك بتريت إن إنت تدافع وليس تهاجم شكناك في القضية بتاعت طبعا قبل ما يحكم فيها طبعا لكابتن كبير كابتن مصر مجد عبغاني إن إنت دفعت وقلت ما فيش عقوبة لي وفعلا بالفعل حصل وقلت هياخد براءة وبالفعل حصل وخد البراءة وشوفنا هل لما لقيت إن الجمهور ابتري هاجمك وابتدى إن إنت بقيت الناس تهاجمك ابتريت إن إنت تغير من إن إنت تكون مهاجم لتكون مدافع أنا لا مهاجم ولا مدافع أنا أنا بطبق القانون وطبق نصوص القانون على الوقائع المسندة إلى المتهمين أو الذي صبهم هذا الاتهام بالنسبة الرانية يوسف حشان نقفرها خالص أنا قلت لها عقوبة قانونية وإن شاء الله هيحكم القضاء بذلك وتوقعت إن الكابتب مجد عبدالغني هياخد براءة وفعلا ده اللي حصل أنا يعني مش بنجم أنا بطبق نصوص القانون وأنا مش أقول كلام ما يحصلش أنا بقول كلام عشان يحصل بلدنا بلى القانون نوضح نصوص القانون وإحنا نحترم القانون ونصق في قانوننا ونزاهة القانون وأنا أعلم جيدا إن القانون على الكل ما فيش حد فوق القانون وعارفين إن القانون دايما في الحق عشان نختم الكلام ده موضوع رانية يوسف ده بحتاج تعديل تشريعي وموضوع كابتن مجد عبدالغني ويصوله على البراءة هو كان يعني كان عدم توفر المصلحة والصفة في هذه القضايا ومنسمى حكم القضاء ببراءته وكنت واخد بجال هذه القضايا أو هذا الشكل من القضايا على أساس نقول أني ما نسترعش بالتشهير بالمشاهير ونقول آه ده متعم في ست قضايا كابتن مجد عبدالغني اللي جاب لده الجنف كاس العالم كان متعم في ست قضايا وانشاهر به طبعا ده مرفوض تماما وقلت القضايا دي إن شاء الله هيحكم فيها بالبراءة لست مهاجما ولست مدافعا ونما أنا مطبق للقانون إحنا شفناك في مثل هذه القضايا وكنت مهاجم واخدوا أحكام بالفعل بعض فتاة التكتوك وغيرهم وغيرهم ولكن الموضوع البراءة دي هننتظر كلمة القراءة والقانون ونصك في القانون ونزهة القانون حكموا فعلا بمجد عبدالب البراءة في موضوع رانيا يوسف وان شاء الله بإذن الله نصك في عدالك القانون أما بالنسبة لموضوعنا التاني بالنسبة إن إحنا فرصة إن معنا دلوقتي المستشار أيمان محفوز كراجل القانون في رأي الشارع دلوقتي في قضية تفل المرور قضية تفل المرور أثارت الجدل في الشارع عندما أخذ هو وزميله اتحكم عنهم هما بالسجن زميله وهو يتحط في دار رعاية أو في دار رعاية فهذا الحكم مش معنى مع إن هما كانوا مع بعض أشخاص موجودين مع بعض ليه كلهم تحطوش في رعاية وليه كلهم تحطوش في السجن بالنسبة لحضرتك عايزين نعرفها كقانون من عند حياتك برد زي ما انتقول في بعض الأراء أنا عارف السؤال ده خبيث جدا وحضرتك بتنقل صوت الشارع وبتقول إن في بعض الناس بتقول إن الحكم القضائي وإن الشارع المهم وإن هو يعرف وإحنا دورنا نوعي الناس نعرف الناس ليه حصل كده في بعض الأراء في الشارع بتقول ابن المستشار تحط في دار رعاية وأصدقائه عشان مش ولاد مستشارين تحطوا في السجن وده طبعا إخواتنا وأهلينا المستطاء بيفكروا بتفكير غير قانوني ودورنا ودور حضرتك إن ننقل الصورة الحقيقية للشعب وإنفهمهم وإنوعيهم ليه ابن المستشار تحط في رعاية وليه أصدقائه تحكم عليهم بالسجن وينفذوا حق أحكام بالسجن المسألة بسيطة جدا القانون هو زي ما كنا قلنا في أول حلقتنا وبنقول دلوقتي وهنبدأ نقول طول عمرنا إن القانون نصوصه هي اللي بتحكم الكل سواء على الغفير أو العوازير ما فيش فرق القانون حط قانون الطفل قال إن الطفل لأقل من 15 سنة لا عقوبة قانونية عليه بالحبس لا عقوبة قانونية مقيدة للحرية على هذا الطفل حتى لو كان قتل لإن كان فيه وقع شهيرة طفلة قتل الطفلة أقل من 15 سنة وكان ستسلمها لأهلها يبقى القانون القاضي قاعد على المنصة عشان يطبق القانون إحنا بقى دورنا إن نوعي الناس مفهموا إيه ينصوص القانون ونقول بتعديلات التشريعية المفترض إن هي تتعدل في القوانين الطفل يقل من 15 سنة اللي يرتكب جرم مهما كان هذا الجرم فيه تدابير عضحها القانون ليه تبدأ من التوبيخ يعني ممكن القاضي يقول له كلمتين كده مخلاص دي العقوبة أو التسليم الولي أمره أو حط في دار رعاية أو دي أقصى عقوبة ممكنة لمعلومات ساعة تجاهة أقصى عقوبة في التدابير الاحترازية التدابير القانونية للطفل اللي يقل من 15 سنة أقصى عقوبة هي التي نالت طفل المرور من جساد المستشار رئيس دا هي بيقوله برضو بعض الغراف في الشارع بتقوله أن الموضوع كان موضوع واحد وهم كانوا مجموعة مع بعض ليه برضو هو القانون أيها القانون ما أنا بقول لها حيث القاضي القاضي والمتازم من تطبيق نصوص القانون إدى هنا لإدن المستشار أقصى عقوبة وإدى الأولاد أقصى عقوبة هي السنة بتهمة التعاطي فالقاضي والمحكمة للناس اللي مش عارفة إحنا بنفاهبهم بنقول لهم إن أقصى عقوبة القاضي يملكها تبقى لصوص القانون إدىها لإبن المستشار لكن مدلوش عقوبة أقل وهذه الأحكام يجوز استقنافها رغم إن هي جنايات لكنها جنايات الطف التي يجوز استقنافها ولسه فيه شوت تاني من المحكمة أمام محكمة استقناف الطف قد المحكمة تقضي بالبراءة أو تؤيد الحكم أو تخففه القول الأخير لمحكمة استقناف محكمة الطف القضية ما تقفلتش والأولاد دي وغدين سواء البلغين الأقل ليه اللي قال لي ما تحبس تانية أصدقاء الولد ده لأنهم عدوا 18 سنة اللي عدد 18 سنة كان عدد 18 سنة لأولاد التالي عدوا 15 سنة عدوا 15 سنة عدوا 15 سنة فدي القانون يسمح بتطبيق عقوبات مقايدة الحرية فالقاضي طبق القانون وإحنا برضو نحن ناصق في عدالة القانون ناصق في القانون إن ده أقصع كور وإحنا حبينا نوجه بس التوعية للشرع المصري عشان ما يقولش ده عشان ليه خد ده كده ودول كده عشان ده مش عارك مين وده إيه فإحنا بنقول القانون ما بيعرفش فرق بين وزير وبين غفير تعديل لقانون الطف لأنه أصبحت مشاكله كتير وبضطلب البرلمان الجديد في العام الجديد إنه يعد القانون الطف أسوة بالناس وإسوة بالضحايا إنه خلاص الجرائم أصبحت سن الجريمة سن الجريمة سن الـ 14 و15 سنة و11 سنة وإحنا بنطالب برضو ومنضم صوتنا لصوت حضرتك إنه يكون فيه تعديل للقوانين إن شاء الله في الفترة اللي جاية والبرلمان الجديد يقول فيه تعديل ونشوف مصر أجمد بلد في الدولية دي كلها إحنا سوقها ده اللي إحنا موجودين معاكد نهاردة لاش نقول لك كل سنة وانت طيب ونقول لك عام جديد وإن شاء الله اللي ما حققتوش في عام 2020 تحققه في عام 21 إن شاء الله وكلمة أخيرة ولد السنة وشنين قبل ما أطلع فاصل كلهم إيه آه بقول لهم كل سنة طيبين وبهني كل إخواتنا وحبايبنا الأخوة الأقباط بأعياد البلاد وكل سنة ومصر طيبة وإن شاء الله بإذن الله الخير قادر بإذن الله نطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل